السلام عليكم الاخوان كديرين بخير نتمنى تكونوا بخير والاخير كل شي كادر على وهد المسلسال لحطم الأرقام القياسية للمشاهدات في المغرب ونيد علي الباد بوز هذا المسلسال أنا شخصيا مش فتوش شي شي خامة شي خامة بنتهاش يروينا بحلقة كما هو مكتوب هذا هو مسلسل المكتوب تسبب مؤخرا بجدل اجتماعي بين المغاربة مسلسل المكتوب يروي معاناة شخصية شيخة ديل الشيخة نحن المغاربة من المرأة فضلا عن الرجل المرأة من اللي كتسمع كلمة الشيخة الحمت يشوك وهم بغين عباد الله أن تطبع مع هذا المنكر فكيبيروا على الاعتبار أنها بنتها وكيضايقوها الولدات والتنمور ومكشيخة وكذلك اللي بنت بتات قفات نعامها سيدي وقرعت كتفتخر باللي رأمها الشيخة أنا كمخرج وكسينمائي وكفنان حاجة اللي حرام حرام واللي حلال حلال واللي واللي موضوع لي وابعد تماما هذا عمل رمضاني مسلسل في ثلاثين حلقة يدار في التلفازة لكي يفوج على الناس وفي نفاق وكي كانوا كثير من المنافقين الذين تجدونهم ويقوموا بشكل حال هذه أول وحدين يعملوا التلفازة لكي يتفرجوا لكي نوضح الأمور من يكون شي شخص شي مخريج ولي شي مونتيج بغي يدير شي مسلسل كي يدير كي يمشي كيش بتفلوس من يجيبه كي تطهلين الفكرة وقعدوا كل البلانات كي يخلص الممتيلين كي يخلص الإنتاج الماتيرية الروينة قعدك شي اللي غدي يخلص سواء هو كي يبيع التلفازة ذلك المسلسل سواء التلفازة هي كي تدير الخدمة وهي كتكون عملية حسابية شوفوا التراري درا بيزنس هذه الناس اللي كي يديرون شي أنا ممسوقينش باش يطوروا العقليات ديال الناس وممسوقينش باش يغيروا العقليات ديال الناس بغي فلوس تدخلوا لجيبه لكي يرجع ذلك الفلوس بحل اي بيزنس بحل اي شركة باش يرجع ذلك الفلوس خلصوا يبيع ذلك المسلسل الغالي ثم男ين ي вызываем 500 مليون وهي 10たئين مليون كثير كثيرة جددا بكثيف زائف و dalla صدق المسلسل في ع 획 هذه باللصان ستربح ب characters تooked الίبير ان تم انتم ان سمغيره لكي تكون انتاء شركة اس صدق المسلسل ففي الeluجей التركي قال و متعود الوضع كما تنظر كذا تكون شيء أثير تكون شيء أثير كي نعم وحنا باش كانت اثيره كمغاربة كانت اثيره بالبادبوز الشيخة الشوهاء شاهد قبل الحدث ناقص 18 عام روتيني اليومي هاتش اللي كي اثيري الناس دونك عطاوهم الفاستفود داباد المخريج داباد المنتيج ليدر ذاك الشي شوفوه كبيزنسمان شاف الطلاب ديل المغاربة وعطاوهم العرض شنو بغاوه كيف ما كان كيقول واحد المؤسس ديل واحد القانات الالكترونية الشهيرة في المغرب اللي معروفه وكاملين كتعرفو قل ليوم انها دلا القانات بالبنيتها على الفضول دلمغاربة التربية ليخوان و التعليم أنا ما كيدخل ليوم انتعلي whimاش بهم في حالة كوما يربحوا الفلوس هذا هو البيزنس موطي وما يربحوا الفلوس مني كيكونوا العينين وباش تجر العينين كتجرهم بشي حاجة سهلة الفاصت فوض الإخوان ذاك شي علاش الفاصت فوض خدام والهيلتي فوض مختام ذاك شي علاش الناس كمشي ويديروا عملية جميل وما كمشيوش التريني وحن تكون شي كيقلب على النتيجة السريعة يعني ذاك شي اللي كيبانوص ذاك المسلسال أصلا ما عنده تأهمية لا بالنسبة للمخريج لا بالنسبة يتعلم بالكوانتيتي بالكمية لا يتعلم بالكالية يتعلم بالجودة يتعلم بالجودة وقال الشيخ ياسين العمري وقال رأيه المحترم على عد المسلسال وش التاته الغيره يرى رأسه بين التسلية والتفلية مخدامة سوخطوا في العصر نحن نعلم في أزمة طاقية غدائية أزمة عالمية أزمة حرب عالمية عندما ترى دروينك نحن معدنات الزرع ديالنا او وكي القازة او وكي البيترولج كل اللي يجبدو تجبدو شركة بريطانية حانت بنادم ديها اللي نحن فيناه ومسا ليش يمشي وعاوي يمشي قراوي يمشي طالع لا وبغي الطلعة وبغي التفلية وبغي تسلية هذا الشيخ يخشف ما وراء ذاك المسلسال شنو ذاك شي اللي يوصل لي شنو النتيجة اللي غنوصله لامني بنادم غيشوف الشيخة وغيشوف الطلعة ولغيشوف الطفلية ولغيشوف ديفيرتيسم كانعطيو اهمية بزاف الديفيرتيسمون بزاف بزاف الغناعة الغناعة التكريم الغناعة طلعة عراب ايضل انتو مداب الحرب الاطارية بامريكان وروسيا عن طريق اوكراني شكو الناس اللي واقفين فيها وش المغنين وش اللي تيكتوكر والشيخات شكو اللي واقفين واقفين اللي هاكر اللي كدربو فلنسيب يرعطاك واقفين الادميغة واقفين السياسين واقفة الديبلوماسية واقفين الناس اللي واعين نخب نخب اللي واقفين مش يطلعو الغناو والديفيرتيسمون بزافة الاخوان بزاف وهذا الشيخ جو هاجموه لا لاش تقول على الشيخة اروا ما كيدرش على الشيخة والشيخة رعجات ومن حقو يضر على الشيخ بينين مسلسال ديال الشيخات فرمدان شني اللوجيك الله ايه ماعرفت شني اللوجيك بين رمضان والشيخات وهذا روادي حرية تعبير كل واحد عنده الحق يقول لي بغ وبحالك البلاد غا تزيد القطان بالضيبة خاصنا اللي يجبدلينا القاز خاص لي بيعلينا القاز خاص لي يطور من هذا البلاد حتى مني كدير مسلسال فيه شيخة وعلاش سياسي للامريكي غوت مني كدير مسلسال فيه شيخة كتشجع واحد الجيل طالع بأن هذا الموضيل هو اللي يخصو يتتبع ارى لا دابي لجمعناه الاخوان عشرالاف شاب ورد الواحد نقول اللي يمكنكم بغيوا داعيه ما يمكنكم بغيوا العسكري يمشي للقرقارات والمترسال هالله لن يشهروا مستفاصل حانت ما كان ماركيت ايه وش مكان براندي نحن كان نذهبوا عليه الناس ما هو تحقيق؟ كان ماركيتي وفي الشيخة لي ما نماركيتي وش عسكري؟ لي ما نماركيتي وطباب؟ لي ما نماركيتي وش اطلع القامار لينا كذلك إيلان ماسك لي ما بعد تشير يدري بغي يطلع القامار؟ لماذا؟ لماذا؟ كل شيء يريد أن يقول مغني كل شيء يريد أن يقول تيك توكر لماذا لا يقول؟ لماذا لا يوجد أن يكون برانديا؟ أمريكان الإخوان رأى ما تبقى رأى ظهر الله رأى دخلوا للشعب دخلوا في رأس الشعب لأنه الشخص الذي يظهر للنازا لديه خدمة سامية وخدمة نوبل ومنذ يذهب إلى أمريكان في وسط نويورك وكانت تحدد أجل الناس الذين يذهبون إلى نويورك كانت شركة سكيطة FBI وكانت شركة سكيطة سيئة وكانت تلبسها وانت فرحان لماذا؟ لدينا براندة هالك؟ براندة هالك تخدم في السيئة ولا في الـ FBI ولا في النازا لديهم أفلام كيبينو فيهم أبطال عسكرين كيبينو دروك مع السيئة كيبينو دروك مع الـ FBI كيبينو دروك مع الـ Navy Seals يعني عسكري تمة محترم بوليسي محترم لماذا؟ لديهم هذو كيبينو الماركيتينج وكيبينو الأفلام وكيبينو المسلسلات كيهزو كيعطيو القيمة لهذه الناس وتهدرها واقعا كتقولوا هذه الواقع هذه الشيخات والكرا ما كيش الشيخات يا إخوان لدينا نطور وتطوير وتغيير العقلية وعلى ذكر المريكان كينات الصين الصين الإخوان الصين ومال يصنعوا تيك توك دابحلو ما يوزنينكم مزين الله يرحمكم الصين ومال يصنعوا تيك توك تيك توك هي أول بلاتفورم دابة في العالم فاتت فيسبوك فاتت كل شيء تيك توك هي الألغوريتم والخواريزميات كي يفكر في الصين كي يفكر في دول الغرب وتحنى هؤلاء لا يوجدهم برانك أو شطيح لا يوجدون فيرال ما يبينو الدراري ديالهم كيبينو لهم الرياضة كيبينو لهم الكتشافات والبتكارات العلمية السيونتفيك ومع العشرة يتقطع تيك توك لا يوجد تيك توك في الصين لماذا؟ سوف ترغب برانك جيل واعي سوف ترغب برانك جيل لديه فكرة كبيرة سوف يستحوضه على العالم واذا نستحوضه على العالم وعلى الأفريق وعلى الجهة ديالنا بالشيخات لا أنا لم أقوم بشيخات الأخوة أنا مع الحرية اللي أريد أن أقوم بإمكاننا وليس لدينا الدراري الصغار لا تقوم برقم قياسي وكتحطم الأرقام ديال المشاهدات بالشيخات لا سوف تكون دراري صغار أو تشعر طوال الصغار خلال الصغار خلال الصغار النقر المستقبل هو الصغار لا تقديش لأجيال الأخرين لا تقديش الأجيال الأخرين وهذا ما قال الشيخ ياسي لعمري كيف ما كان يقول تاني روبينس وكالله لما ينطوره تخيل معي عن الكاز القهوة هاذا يباشنختم التنان تخيل معي عن الكاز القهوة وذلك الكاز القهوة جاء أكبر عدوه ديالك الذي لا تحمل أخوالك فيه نسبة السكار اللي انت موال فيك تشرب في ذلك الكاز القهوة ما سيجعله؟ لا تقوم بالمازيان ستحرك ذلك الكويس و ستشرب و تخيل معي نفس الكزد القهوة جاء أعز شخص عندك أعز شخص عندك يا من عائلتك يا صادق ديالك يا مقراط و أخوة لك فيه سب ما شو سيديك؟ ما شو سيديك؟ ستسعر ستقدر تضرب معاه حانت بغي يقتلك بغي يقاديك هذا الكزد القهوة هو الإخوان هو دماغك ما تخليش اللي يجيكو فيه اللي بخ حافظ عليك سدع القهوتك ترجمة نانسي قنقر